وعاشية انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للشباب استضافت جامعة محمد الخامس بالرباط محاضرة حول موضوع الشباب التربية والتنمية المستدامة في المتابعة خادجة زروال وياسر الدغمي بحضور شخصية بارزة أكاديمية سياسية ثقافية واقتصادية ألقت الدكتورة مايا سطور محاضرة حول موضوع الشباب التربية والتنمية المستدامة محاضرة سلطت فيها الضوء على أهمية إذماج الشباب في برامج التنمية المستدامة كما نوهت بدور المغرب في ربط جسور التواصل بين شباب العالم المغرب يعتبر جسرا بين الشمال والجنوب وبين الثقافات وهو مكان مناسب لالتقاء الشباب وتقاسم المعرفة والتعاون هذه المحاضرة تأتي في إطار الاجتماع الدولي الرابع لمنتدى الشباب الذي ينظم بالدخل ابتداء من هذا اليوم وإلى الرابع من يوليوز الجاري وهذا الملتقى الدولي هو كذلك عربون تقة للمجموعة الدولية وخاصة لشباب العالم الذين سيكونون نخب المستقبل ليس فقط نخب سياسيا ولكن كذلك نخب المدنية والإدارية الشباب حاليا يمثلون نسبة هامة في إفريقيا لدينا ما بين 70 و 80% من الشباب أقل من 25 سنة لهذا يجب تأطيرهم وتوجيههم في اتجاه التنمية المستدامة للإشارة فالدكتورة مايا سطور هي أخت الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهي حاصل على الدكتورة بجامعة هاواي في مجال التعليم المتعد للثقافات ولديها خبرة دولية في مجال العلوم الاجتماعية ندوة صحفية نظمتها برباط الوزارة المكلفة بالبيئة للرد على الجدل الدائم حول الاستيراد 2500 طن من المحروقات الصلبة البديلة سعيد ريمة ورشيد بالحاضي هي ندوة صحفية لتقديم كل التوضيحات والمعطيات المرتبطة بعملية استيراد المحروقات الصلبة البديلة